استجابة من الرئيس عبدالفتاح أسيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة واتصالا بذلك أصدرت نيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابة الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة وقد تعهد أهل الطلاب وحديث السن منهم أمام نيابة العامة بحسن متبعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم